ما زالت عدد من العوامل المحلية والعالمية تؤثر على أداء سوق مسقطة للأوراق المالية أبرزها عدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية إضافة أيضاً إلى عدم استقرار الأسواق المالية العالمية والأسواق المجاورة وزيادة ضريبة الدخل على الشركات من 12% سنوياً إلى 15% إضافة إلى زيادة رسوم عدد من الخدمات الحكومية إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن القطاع المالي شهدت تحسناً في الربع الأول من العام الجاري وكان أفضل آداء مقارنة بالقطاعات الأخرى وذلك من خلال البنوك التجارية الستة المدرجة بالسوق حيث شهدت تحسناً في آدائها مع ارتفاع الأرباح الصافية إلى 87.400.000 ريال عماني وتعتبر البنوك أحد المؤشرات التي تؤثر في قرارات المستثمرين إن القطاع المالي هو الأكثر تعبيراً عن أداء السوق بحكم أن الشركات الموجودة في المؤشر العام وهي التي تحدد اتجاهات الأسواق إذا كانت صعوداً أو هبوطاً وسلامة القطاع المالي يعكس الوضع الاقتصادي لتلك الدول حيث كما نعلم أن القطاع المصرفي في عمان يتمتع بربحية عالية والمصارف منتظمة وفي نمو مستمر من عام إلى آخر كذلك المصارف عودت المستثمرين على توزيعات أرباح سنوية وجميع هذه العوامل تعطي معطيات إيجابية للمستثمر في القطاع المالي والأسكم المدرجة في سوق مسقطة للأوراق المالية ترجمة نانسي قنقر